إذن في الصحافة لنهار اليوم نبدأها كالعادة بأبرز العلوين كما سوف نشاهد على الشاشة نبدأها بالشروق اليومي في صفحتها الأولى عن ونت لا أهلا ولا سهلا بكم ولا تحلموا بجواز السفر هذا بالنسبة للشروق الحوار نشوفه هنا ندمت على اليوم الذي عينت فيه نزار وزيرا للدفاع الوطن لديفيسيت أغاف نعود نولي نشوف الشروق إذا ممكن دعنا نشوف الوطن هذا بالنسبة للعنوان الأول أو العنوان الصفحة الأولى في الوطن كما قلنا الشروق عادت إلى نشاطاء الأسرة الثورية يجيبون على الأقدم السوداء عبر الشروق شفنا الوطن الصفحة الأولى عادت إلى الوديفيسيت هنا بالنسبة للجزائر ووضع الاقتصادي في الجزائر نتابع أيضا جريدة الفجر في عددها اليوم عادت للأمطار الطفائنية التي شهدتها مختلف مناطق الوطن وأيضا الحوار الحوار عن وندت وعادت إلى تصريحات الرئيس السابق شادلي عبر عبد العزيز بوباكر الذي قال ندمت على اليوم الذي عينت فيه نظار وزيرا للدفاع هذه بالنسبة لأبرز العنوين ومجمل الصحف في عددها لنهار اليوم تكلمت عن الأمطار الطفانية التي ذهب ضحيتها العديد من الأشخاص وأيضا الجانب المادي الذي كان كبيرا نذهب الآن إلى التفاصيل في التفاصيل نبدأ بالشروق اليومي في الشروق نقلت تقرير الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان الذي رسم صورة سوداء عن واقع الإعلام في الجزائر وكشف أيضا عن جملة من التجاوزات التي جعلت حقوق الإعلامي الجزائري مهضومة في ظل غياب تمثيل نقبي للدفاع عن حقوقهم ويأتي هذا التقرير عاشية اليوم الوطني للصحافة الذي يساطف اليوم من هذا المنبر نقول كل عام والأسرة الإعلامية في الجزائر بألف خير نبقى مع الشروق اليومي التي عادت إلى الأمطار الطفانية التي شهدتها مختلف مناطق الوطن الشروق كتبت الفيضانات تغرق الولايات والمسؤولون يتفرجون هذا تسببت هذه الأمطار التي تهاطلت على ولايات الوطن في هلاك ثلاثة أشخاص وتشريد عشرات العائلات وانهيارات في المباني كما أغرقت مدنا بأكملها في حين عاشت عائلات حالة من الضعر والخوف زوليخ بالعربي أمام المتابعة القضائية ومن طالعه اليوم في يومية الوطن التي عادت إلى اعتقال الناشطة زوليخ بالعربي عاشية اليوم الوطني للصحافة في ولاية تلمسان وذلك بعد نشرها رسما كاريكاتوريا على صفحتها في الفيسبوك أعتبر مسيئا لرموز الدولة ندمت على اليوم الذي عينت فيه نزار وزيرا للدفاع هي تصريحات الرئيس شدلي بن جديد التي نقلها عبد العزيز بوبكير كاتب مذكرات الرئيس السابق ونقلت يومية الحوار أن حرب تراشقات إعلامية وحرب المذكرات تشهدها الصحة السياسية والصحة الجزائرية هذه الأيام هذه التراشقات تخون وتنقص من قدر الكثيرين وهنا كما قلنا سوف يكون الحديث عن كتابة التاريخ وعن مجمع هذه الأمور المتعلقة بكتابة التاريخ أخيرا عادت يومية الفجر إلى تقارير المنظمة الدولية للسياحة والتي أشرت بأن الجزائر خارج تصنيفات السياحة الإسلامية وحسب مؤشر هذه السنة فإن فقد حلت ماليزيا في المرتبة الأولى متبوعة بتركيا والإمارات العربية المتحدة في المرتبتين الثانية والثالثة على ترتيب إذن كانت هذه الصحافة نشوف الكاريكاتور سوسا أو نذهب إلى موجز لأهم الأنباء نكمل فقط ياسين الكاريكاتور في عجالة كاريكاتور في الصحف الوطنية وبعد نروح بشارة تليم الكاريكاتور في الصحف الوطنية والكاريكاتورات من الشروق اليومي كما سنلاحظ في الشاشة كلنا عادت إلى قضية الوزير غرين لكن نشوف هنا الجدمو غرين كارد كلنا جرين كارد والذي هو تفاول جزائيين الحصول على البطاقة الأمريكية لذهاب إلى البيض المتحدة الكاريكاتور الثاني من الصحافة الوطنية نأخذه من يومية الوطن إذا ممكن نشوفها في الشاشة أو كان هذا آخر كاريكاتور بالنسبة للصحافة ونذهب الكاريكاتور القدس العربي التي كتبتنا الأردن شهد أطول إضراب عن طعام لمعتقل السياسي مضى أكثر من 60 يوم حتى اليوم تحت عفوا أكثر من 60 يوم مضربا عن الطعام هذا الشخص والقيادي في تيار السلفي الجهادي أبو بندر النعيمي وذلك فيما سماه معركة الأمعاء الخاوية ليسجل بذلك أطول إضراب عن الطعام لمعتقل سياسي في الأردن وعقدت محكمة أمن الدولة الأردنية قبل أيام جلستها بعد تدخل من المنظمة أو بعد تدخل من منظمة الصليب الأحمر وتم إحضار النعيمي أمس إلى قاعة المحكمة وهو ممدد على نقالة لخطورة وضعه مقاطعة شباب المصري للانتخابات هل تكون نذرة للثورة جديدة هو السؤال الذي طرحته يومية العربي الجديد والتي كتبت أن عزوف الشباب المصري بمختلف انتماءاته السياسية وطبقاته الاجتماعية عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية أثر حالة من الخوف لدى أركان النظام المصري الحالي وطر عثوف الشباب المصري بمختلف انتماءاته السياسية أيضا هذا التخوف نظرا لتراجع المشاركة في الانتخابات البرلمانية ختاما مع الحياة اللندنية التي كتبت صندوق النقد الدولي تريليون دولار في خمس سنوات عجز الدول العربية المصادرة للنفط حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز عجز الدول العربية المصادرة للنفط تريليون دولار في خمس سنوات منها 360 مليون دولار خلال العام الحالي والباقي خلال السنوات الأربع المقبلة وذلك نتيجة تراجع أسعار النفط من 110 دولارات للبرمين إلى ما دون دولار أو 50 دولار هذا جوان من 2014 وذلك بالإضافة إلى تباطئ الاقتصاد السيني وتذبذب أسعار العملات كان هذا آخر خبر بالنسبة للصحافة الدولية نلتقي بعد الأسواق